هذا النهد المجدول في الصلع النبي ده كده خلاص كده عدد أدام جابت ورقتين من النص كده الصلع النبي إن شاء الله النص ده مزود كده تماما الأرض هنا رمل عدفها ممتازة كده عرضه ممتازة أسرع العشرة وممتازة اللي نورة رئيس بطل مية الآن الزبط نورة اللي نورة رئيس بطل مية بطل مية بطل مية بطل مية بطل مية طبعا هي تبدأ طبعا كانت مزرعة في كيس حد ما جدرت من تصوبة بطل مية بطل مية طبعا دي في نسبة حدد في المية لو حد البحنية تمام؟ طبعا دي عمل إحلال كامل برامل نضيف تبعا طبعا تمام حاجة الري الاعفان الجدور ميبت حشري كل فترة مش هاللي من اسبوعين أو تلت أسابيع كل خمسة أو ستة يعني كل ثلاث ناسة بيعرش رشة دورية لكل النار حام؟ كل النار وفطري ومبت فطري ومبسين مبسين تمام؟ أي حاجة سيفونات نصيلة ومبسين أو بسطيلة 80 تحط برضا يعني مشاهلة برضا من قبل وسبوعين أو ثلاثة حالة للنزل عندك مبت عفان جدور ومبت حشري المية مزبوطة ندف نخلتنا خلا ما سنت عايزة تاني يبند تلت حاجة لرأي مبت فضي مبت حشري ده تبقيت تمام؟ سبعة صحة خلاص بالمية ما مش عديتك والنخلة اهو نسبت النجم انت ماشاء الله نسبت النجم في المجدول قدية واللي طلع ماشاء الله يعني اللي طلع من الصوب في حاجة طلعت فقط؟ المجدول قدية خمسة أو ستة من كم واحدة؟ من 220 طب زي الفول اللي تتكنه جيان زيان احنا اعتبر عندنا نسبت النجمية من جاي برضا خمسة أو ستة زيان بس قلب النخلة ده يتربط لازم لازم حيتربط الامة على بعضه دي في النص اللي في النص في النص بعدالته تمام؟ وتروح مطمومة ومربطة كويس وتتعين وج元 عادنا الى الصبح و نقول erstmal لالقصة زي الفوت لك ذي بقب hemp بجورة اللي هعمل لا يحقي هزيه زيه حسن كم شهر في طول